بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبدهم زكريا إذ نادى ربه لناء خفيا قال رب إني وهذا العظم مني واشتعى الرأس شيبا ولم أكن بنعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأة عاقر فهمني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رقيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعله من قبل سنيا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عكيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس فلا فليال سويا فخرج على قومه من المحرام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صديا وحذانا من لدنا وزكا وكانت قيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبنك غلاما زكيا قالت أن أكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجلاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنأذرها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سهيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقربي عيما فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون من كان أبوك رأسه ومن كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مديا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شخيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأمصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال أبين وأنذرهم يوم الحسر بإذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن ليث الأرض ومغ عليها وإلينا يرجعون فاذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعمل ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آل هدي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني بنيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى أن لما أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا لهم إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أدعم الله عليهم من النبيين من زرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يذلكون شيئا جنات عدن من التي وعد الرحمن عباده بالغير إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم لهم سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وأم يك شيئا فوربك لنحش عنهم والشياطين ثم لنحضر عنهم حول جهنم جفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عكيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها غصيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثافا وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيحلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يكون ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن لا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحصر المتقين إلى الرحمن وفدا ونصرق المجرمين إلى الجهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدام فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدام أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عهدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وامنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فإنما يصرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنفر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر